11 تنين ضخما لن تصدق أنهم لا زالوا على قيد الحياة أولا حيوان كومود الضخم هو عبارة عن كائن من فصيلة الزواحف وهو مخيف جدا يمكن أن يصل طول هذا الحيوان إلى عشر أقدام كما أن وزنه من الممكن أن يصل إلى 154 رطل لا يمكن لهذا الحيوان أن يطلق النار من فمه كالتنين المعروف ولكنه قادر على افتراس مختلف الحيوانات كالغزالة والخنزير والجاموس قديما كان يعتقد العلماء أن هذا الحيوان لديه بكتيريا من نوع خطير في لعابه مما يجعله قادرا على قتل أي حيوان ولكن في عام 2009 اكتشف العلماء أن لعابه يحتوي على سم قاتل يمكنه الفتك بكل من يقترب منه حيث أن الحيوان يقترب من الضحية ثم بعد ذلك يقوم بعضها بقوة وينشر السم بداخلها مما يعمل على قتلها على الفور لذا اندهج العلماء حينما أدركوا أن هذا الحيوان الخطير لا يزال يعيش معنا حتى اليوم ويشكل خطورة كبيرة على حياتنا ثانيا الثعبان التنين هو عبارة عن ثعبان خطير للغاة يعيش في أندونيسيا وماليزيا ولديه مسميات مختلفة كالثعبان ذو الحزم الزرقاء والثعبان القاتل يقال أنهم يعيشون أجدا في مينمار وتايلند لكنك نادرا ما تجدهم في تلك المناطق هذا الثعبان لديه أجزاء وبروز سوداء وغريبة الشكل على ظهره مما تجعله يبدو كالثنين وهذا يجعله خطيرا للغاية ويشكل خطورة كبرى على كل من يعيش في هذا المكان يصل طوله إلى قدمان لكن المعروف عنهم أن النساء أطول من الذكور أكثر حيوان يفضله هذا الثعبان هو الضفضع فهي تعتبر أفضل وجبة لهم يعتبر هذا الحيوان من أكثر الحيوانات المشهورة في فصيلة الزواحف يوجد ثمان أنواع وفصائل من هذا الحيوان يعيش في منتصف أستراليا حينما يرغب في الدفاع عن نفسه يقوم بفتح فمه بحجم كبير مما يجعل الغضاريف التي توجد في ذقنه تنمو وتكبر مما تجعل كل من يهجم عليه ليشعر بالخوف كما أن هذه الغضاريف ستتحول للون الأسود لو شعرت بالتوتر أو بالغضب هذا التنين قادر على تغيير لونه من أجل التخفي والتمويه والهرب من العدو حتى لا يمكنه ملاحظته في بدايات اليوم يكون لونه داكن ولكن كلما مر الوقت يصبح فاتحا أكثر من البداية وفي عام 2015 اكتشف العلماء أن هذا الحيوان له القدرة على التعلم ومعرفة أشياء جديدة رابعا الدودة الألفية الوردية اللون هذه الدودة تعتبر من أصغر تنانين التي توجد معنا اليوم في الفيديو يصل طولها بوسطان وتوجد هذه الحشرة في جنوب شرق آسيا لديها مستشعرات تشبه مستشعرات العناكب وهي تستخدمهم لحماية أقدامها لديها حاسة شم قوية وهذا ما يساعدها على تحديد مكان الفريسة واستخدام السم الخاص بها وحينما تشعر بتهديد يصبح لونها فاتحا أكثر من الطبيعي وحينما يتغير اللون ليفهم مفترسيها أنها سامة وربما تعرضهم للمخاطر كل التنانين من المفترض أنها لديها ذيل طويل وقادرة على الطيران وهذه الحشرة توجد في جنوب شرق آسيا جناحيها تشبه جناحي الطائرة لديها دعامات وغشاء مطاطي على كل جسمها وهذا يجعلها قادرة على الطيران على ارتفاع 26 قدم حينما تقفز من شجرة لأخرى بالرغم من أنها لديها جسد أسود وبني إلا أنها لديها أجنحة ذات لون فاتح حتى يساعدها على التمويه بين باقي الحشرات يوجد أكثر من خمسة آلاف نوع من الذبابة التنين حول العالم ويعيشون في كل مكان إلا في القارة القطبية الجنوبية وهذه الحشرة هي أكبر الفصائل وتتكون من لونين أصفر وأسود ولونهما مخطط عليها ويمكنك أن تجدها في الغابات يمكنها أن تصل إلى خمسة بوصة ويمكن أن يصل ارتفاعها بجناحيها وهي تطير إلى ست أقدم يقال أن هذه الفصيلة هي أقدم فصيلة في كل الذباب التنين حول العالم ويقال أنه كان يعيش من هذه السلالة بعض الذباب في العصر الجيوراسي هي عبارة عن سمكة تعيش في قاع المحيط الهادي ونالت هذا الاسم نتيجة لزعان فيها الطويلة التي جعلتها تشبه التنين لديها لون رملي وهذا يساعدها على تمويه نفسها والتخفي من المفترسين توجد فصائل مختلفة من هذا الحيوان تعيش في الشعائب المرجانية في المحيط الهادي وألوانهم براقة وتتنوع من اللون الأزرق والبرتقالي الفاتح يمكنها أن تحمي نفسها من المفترسين من خلال السموم فهذا السم يخرج من جسدها بالكامل ويكون رائحته كريهة للغاية ويجعل كل من يحاول الاقتراب منها يخشى ذلك على الفور ويهرب بسرعة ثامنا سمكة التنين السوداء هي عبارة عن سمكة مخيفة للغاية ولديها ذيل أسود وطويل تعيش هذه السمكة على عمق 6561 قدم في أسفل المحيط الأطلنطي وهي قادرة على التكيف والمعيشة في الظلام الدامس والبرودة القارسة والضغط الكبير الذي يوجد في قاع المحيط يمكن أن يصل طول هذه السمكة الخطيرة إلى 18 بوصة كما أنها قادرة على فتح فمها بطريقة ضخمة وكبيرة تجعلها قادرة على ابتلاع حيوانات وأسماك كبيرة الحجم لديها عضو في جسدها يساعدها على الحصول على الإضاءة اللازمة أسفل المياه في هذا الظلام الدامس من أجل معرفة الطريق والقدرة على افتراس الأسماك الأخرى تاسعا دودة التنين الزرقاء هذه الدودة عبارة عن كائن يعيش في البحر ووجدت على شواطئ جنوب شرق الولايات المتحدة وأستراليا وإفريقيا كما أنهم وجدوا العديد منها على ساحل الهند فهم لا يطيرون ولا ينقلبون على ظهرهم حتى تدفعهم الأمواج على الشاطئ يمكنهم أن يتحولوا للون الفضي للتخفي من الأسماك في المياه وتتحول للون الأزرق للتخفي من الطيور في السماء فهي لديها أنياب تستخدمها في عبض الأسماك وأحيانا السباحين لو اقتربوا منها يصل طولها إلى بوسط فقط ولكنها تتمتع بقوة خارقة عاشرا تنين البحر هذا الحيوان عبارة عن سمكة وهو يشبه فرس البحر اكتشفه العلماء عام 2011 واتسم بأنه له ألوان رائعة وبراقة وحينما وجدوه في البداية ظنوا أنه فرس البحر لكن بعدما حللوه واقتربوا منه أدركوا أنه تنين البحر فهو فصيلة أخرى لكن تشبه هذا الحيوان المعروف يمكن أن يعيش على أعماق كبيرة في المحيط وهو قادر على امتصاص أشعة حمراء وبرتقارية التي تساعدها على التمويه والاختباء من كل المفترسين في قاع المحيط هذا يعتبر واحدا من التنانين التي لن تصدق أنها لا زالت توجد معنا على كوكب الأرض فحينما تنظر له في البداية تظن أنه ثعبان لكنه في الحقيقة ثعبان وسحلية وتنين معا في مخلوق واحد يمكن أن ينمو ويصل طوله لحجم كبير للغاية كما أنه من الحيوانات التي من السهل جدا أن تنصى عليك فهو من الممكن أن يعتبر حيوانا أليف وتربيه معك بسهولة كما نرى في تلك الصورة هذا الرجل يربيه ويعيش معه دون عناء أي من هذه الحيوانات أثار دهشتك؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى أن تشترك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد ولا تنسى الاعجاب على الفيديو ومشاركته مع باقي الأصدقاء نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة